اشتركوا في القناة ما بيستعمل التسلط كسلاح يعني بتقدر تدير المجموعة بطريقة لذيذة ومحببة وعفوية الثور عم بيبذل كل جهده للتأقلم العائلة بمعنى كل جهده اليوم بيحطه بانه العيلة تكون متماسكة يكون فيه عيلة بتحب بعضها عيلة قادرة تاخد قرار واحد موحد مشان هيك يعني شو بنا نقلك بنا نقلك اسم الله عليك لانه قادر هيك تحط الكل تحت جوين حاك وقادر تشتغل دون اي تراجع دون اي تردد حاطة اديمك هدف وماشي فيه الى الجوزة صباح الخير اديمك انهار بيطرح تساؤلات مبارح انهار يلي مرأ عليك كيف فيه هدوء كيف فيه اذا بدك هدوء ما بعض العاصفة اليوم يوم جديد قد يتكلل بالنجاح فيه تطلعات جديدة فيه ازدهار فيه رؤية جديدة للامور والحلو فيك انه انت ما في شي بوقفك نتابع بوطيرة صعودية دايما عندك مشاريع ودايما عندك اشي حلوة بتشتغل عبره وضمنه فبرافو عليك السرطان قبل ما نلجأ لتحسين مظهرنا الخارجي لازم نحسن مظهرنا الداخلي نحن دايما منقول فيه تكافل وتضامن بين الشكل الخارجي وبين المضمون الداخلي فانت اليوم قبل ما تركض تشوف شو بدك تعمل لتبين بمظهر لائق وجميل بدك تشوف كيف بدك تحسن نفسيتك لانه نفسيتك تعبيني ومش هيدا السرطان يلي منعرفه دايما الاسد صباح الخير الاسد بيكون مبسوط وهكي حاسس انه فيه نفحة ايجابية رغم كل الضغوطات يلي عم بيمرق فيها حاسس انه فيه يوم جديد بده يبلش ولكن فيه زبزبات سلبية بتتربق له الامور ما بتعد خليش يزبط اشخاص بنقوا حوله ناس مش عجبون الامور مانا رح تمشي يعني بيزيدوا على الطين بلي هيدا الامر ما بيحبه ابدا الاسد لانه بحب يوعى رايق يفكر رواء يشرب اهوته هو وقاعد هيك عم بيفكر شو ممكن يعمل ولكن بيرواء بدون ما حدا يهبط عليه حيطان مش ان هيك مزعوش رح يكون اليوم والى العذراء صباح الخير هدية كبيرة بطريقة للعذراء يعني اللي بدنا نقله ايه للعذراء فيه شي جاي صوبك حلو ممكن يكون هدية ممكن يكون كلام جميل من المسؤولين ممكن يكون زيادة معاش ممكن تكون عم بتفكر مثلا انه تترك او تستقيل يرجع حدا يقول لك لا تعافي لك زودة معاش لان انت واحد اثناء ثلاثة المهم هيدا الهدية بدك تنالها قريبا تفائل بالخير لتلاقي الخير ادي معك الميزان ديما بدك تاخد به بعين الاعتبار الاخر يعني ديما الميزان مثل الشخص يلي بيحكي 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 بس ما بيسمع لا مثل ما لازم يكون عندك فن الكلام لازم يكون عندك فن الاستماع مثل ما انت بدك تحكي وتدلي بدلوك كمان الاخرين بيحكي لن يحكي ويدلو بدلون وتسمع افكارون وتاخده وتعطي معن اكتر من هالمنطلق بدك تكون منفتح اكثر اليوم صباح الخير للعقرب خليني أقول هالنهار رح يخبي لك أمور حلوة ما أن أمور كبيرة أنه يا لطيف كل شي رح يتغير ورح تتحول الحياة إلى حياة جميلة جدا أكيد لا ولكن في بعض خليني أقول الوامضات يلي رح تمره قديمك رح تغير لك مجرى الأمور تباعا شرط أنك تأمن بحالك شرط أنك تأمن بمعطيتك شرط أنه تشتغل دون أي كلل ودون أي تعب لتقدر تتابع بوثيرة صحيحة القوس يلي بيحترمك احترمه يلي ما بيحترمك ما تتعطمه هالقد سهل الأمور كيف نحن بس نكون على الفيسبوك منقول إذا حدا ضيقنا ما بدا شي كابست بلوك زيت الشي هيك بدك تعمل بحياتك ما فيهم أشخاص يقللوا من احترامك وتظل أنت واوي يا لطيف وتحترمهم ما يعملوا لك شي وتدوير من صبيعك العشرة عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به مثل ما هني عم بيعاملوك إذا في بعض الأشخاص بطريقة ما فيها أخلاق كمان أنت معا منقول عامل بل أخلاق بالعكس لأنه الإناء ينضح بما فيه اللي عنده أخلاق ما في عامل الآخرين بطريقة فيها اللي تأخلاق ولكن ما بقى تتعاطى ما هالنوع من الأشخاص الجدي رائع اليوم من حيث الإطلالة من حيث الحديث المنمق الذي ينوم عن نضج يعني غير أنه ناضج عنده أمور كتير حلوة عم بفكر فيها يمكن يرجع يصلح علاقة عاطفية مضت أو يمكن يرجع يمضي قدوم النحو الأمام لتحقيق أهداف سامية فهنهار لألك حاول تستفيد منه وقد ما فيك ظهار تيبتك وما تخبية الدلو صباح الخير يتقوقع الدلو ببعض الأفكار يلي عم تاخدوا عم بتجيبوا خاصة اليوم لأنه عندك قرار لازم يكون حاسم لازم تكون سيد قرارك لازم تعطي هذا القرار دون أي تردد أو تراجع اليوم وكأنه في عندك شوية خوف خوف مش من سخرية الناس ومن لا خوف من المجهول بركي أنه شو ممكن تخبي بعد الأيام اللي جاي ملبك مردد شوي منك هيدا الدلو يلي منعرفه دايما ومسك الخطين مع الحوت الحوت المتقلق على كذا صعيد يعني فعلا محل ما بتكبوه بيجي واقف إن كان بالمجال العملي قادر يبرع رغم كل المسئوليات وكل الضغوطات إذا بدأ نحكي بالحياة داخل الأسرة هو يدينامو طبع الأسرة ولكن حضاري من عدم الاهتمام بحالك دايما منقل له إياها ورح نضل نقل له إياها للحوت لأنه أوقات بيهتم بالكل وبينسى يهتم بحاله بليس خذ صحتك على محمل الجد وما تهتم بالآخرين وتنسى حالك نوصة لمولود اليوم لأنعيد كل الأشخاص يلي خلقوا بمثل هنهار مولود اليوم حنون لزيز كتير متعاطي لبق مع أقرب الناس لإله لا يصاب بالأرهاق ولا الخوف من الفشل ودايما بيدرس كل أفكاره بطريقة دقيقة يؤخذ عليه أنه عصب المزيج هالي طبعا من سلبيته من إيجابياته مهدوم كتير وبيقلب دايما الأجواء إلى أجواء كلها مهدومة وهالسنة سنة التطلعات المستقبلية تحيتنا لكل مواليد اليوم ينعاد عليكم بإتورد بنقدمكم إيها من يوم جديد عقبال المية السنة مسك الختام مع ران ران لاتين الأصل وبيعني الأميرة ران بتنفعل بسرعة عصبية حيوية شجاعة شغيلة بتشتغل كتير ما بهمة إساءات العمل دايما بتكبكل شي وراء ظهره وبتتبع بدون أي خوف أو تردد ناجي ضحكتها بتجنن بتدير الأمور المتشنجة بتعرف تحدد معطيتها ران عندها قلب حنون وبتنقي أصدقاء على الطبلي وقادرة تنفس وتوصل إلى أعلى المراتب تحيتنا لك ران غم بتتبعنا هذا كده شي أصدقائنا ضمن برج اليوم بتمنى أنه تكونوا غم بتقضوا معنا أوقات حلوة بتمنى هيك تبلشوا معنا بكل اهتمام يومنا الجديد لأنه في مجموعة من الديوف رح يترحوا معكم مجموعة من المواضيع المنوعة إلى البريك ترجمة نانسي قنقر